إلى الانتخابات التونسية حيث أعلن الناشط السياسي التونسي الصافي سعيد سحب ملف ترشحي لانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل وذلك قبل يوم من التصريح المرتقب لهيئة الانتخابات بلائحة المقبولين أوليا وأوضح الصافي أن سببا سحابه يعود إلى عدم توفر شرط تقافؤ الفرص بين المترشحين بعد طلب هيئة الانتخابات استكمال ملف ترشحي جاء ذلك بعد دعوة هيئة الانتخابات مرشحين محتملين الرئاسية لاستكمال ملفاتهم تفاديا لاستبعادهم من السباق الرئاسية وأكدت الهيئة أنها أنجزت 17 عملية تطقيق من ملفات الترشح المقدمة إليها بينها ترشح الرئيس قيس سعيد على أن يتم الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا قريبا كما سيفسح المجال لتقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية بعد التصريح المرتقب على أن تعلن الهيئة عن المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل من تونس ينضم إلينا الإعلامي والمحل السياسي محمد بعود أهلا بك سيد محمد معنا إذن ناشط سياسي ينسحب ويسحب ملفه من الترشح بسبب عدم تكافؤ الفرص ما الذي يعنيه هنا بعدم تكافؤ الفرص خصوصا وأن هذه الانتقادات تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية حول القيود المفروضة على الترشح للانتخابات الرئاسية بداية تحية لكي ولمشاهديك الكرام أعتقد أن البيان الذي أصدره الناشط السياسي والمفكر والكاتب الصافي سعيد ينضح حسرة على عدم استقلال هذه الفرصة لإجراء منافسة متكافئة يتمتع فيها الجميع بفرص متساوية الفرص المتساوية ذاعت في الاختبوت الذي فرضته هيئة الانتخابات من خلال الشروط التعجزية سواء في مسألة التزكيات وتقسيمها على دوائر وكل دائرة كم من تزكية وبعض التثبت في التزكيات وغير ذلك والبطاق عدد ثلاثة لنقاوة السوابق العدلية وغيرها التي امتنعت بعض الجهات عن تسليمها إلى بعض المترشحين كل ذلك لماذا تسمى شغوط تعجزية محمد بعود؟ يعني لو تسمح لهذا السؤال الذي دائما يطرح إذا كان المرشح أو الذي يسعى للترشح للرئاسة لا يستطيع الحصول على هكذا تزكيات فكيف له أن يصبح رئيسا لجمهورية تونس؟ لا هي مسألة التزكيات أو مسألة البطاقة أو غيرها صحيح شغوط قانونية ومعمول بها في بعض الدول وفي بعض الديمقراطيات وكما قلت وجود التزكيات لأي مترشح هو إعطاء نوع من الجدية لهذا الترشح لأنه إذا كان عندك عشر ألاف مواطن يرغبون في انتخابك أو يساندون ترشحك فبعلى ذلك أنا ترشحك جدي وليس من باب تلك الترشحات التي تحدث عادة لمجرد المشاركة أو حتى للهزل لكن الوقت الذي أعطي لي هؤلاء ثم التفاصيل داخل التزكيات أن تتحصل عليها من خلال عشر دوائر وكل دائرة فيها كم من تزكية وغير ذلك كل تلك التفاصيل أرهقت مرشحين وسيدتي لابد أن نعرج على مسألة وهي أن أغلب الترشحات ليست حزبية هناك تقريبا شبه غياب خلال هذه الثلاث سنوات للمشهد الحزبي لم تعد عندنا في الساحة السياسية أحزاب قوية أو ما تسمى ماكينات انتخابية قادرة على جمع التزكيات وقادرة على مناصرة مرشحية وبالتالي هؤلاء المرشحين كأنك تأتي إلى مواتن وتفرض عليه أن يأتي بأكثر من عشر ألاف تزكية لأن هناك أوراق يقع حلتها بتأكيد البعض أيضا يتحدث عن مسألة الوقت سواء في تأخر الإعلان على الانتخابات التونسية وموعدها وإجراءات الترشح هنا سيد محمد وبالتالي مشهد الانتخابات كيف سيبدو مع هذا الترقب لإعلان القائمة النهائية للمقبولين كمرشحين للرئاسة كيف سيبدو المشهد؟ كيف ستكون المنافسة؟ غدا إذن تعلنوا النتيجة النهائية للمقبولين ملفاتهم وأعتقد أنها لن تتجاوز أربعة أو خمسة أسماء ستجعل من المنافسة غير تلك التي كان ينتظرها التونسيون أو تلك التي يأمل التونسيون أن يرواها أو حتى تلك التي تأمل السلطة أن تراها لأن الدولة والرئيس قيس سعيد يحتاج لشرعية ليبعد ذلك أن الأقويل التي تتحدث عن أنه انقلاب وأنه تولى السلطة بغير الأمور الشرعية هذه المحطة المفصلية في 6 أكتوبر القادم هي التي ستعطي الشرعية للحكم الحالي وعندما تفقد هذه الانتخابات ما يسمى بالمنافسة الحقيقية والمنافسة الجدية ويبقى رئيس الجمهورية في سباق مع ثلاثة ليس من الحجم الثقيل القادر على المنافسة أو الذي يمكن أن يشعر بحجم وبأهمية هذه المرحلة الانتخابية فأنها ستكون الانتخابات للأسف الشديد باهتة أو باردة تفتقد إلى جدارة المنافسة تفتقد إلى الحماس ويؤثر ذلك أيضا حتى على عدد الناخبين وحتى على الاهتمام الوطني والدولي في المرحلة الثانية بهذه الانتخابات وبسيرها وبنتائجها طالما أننا منذ البداية منذ تقديم الملفات نزلت من 117 تقريبا ملف الآن ستنحسر في أربعة تقريبا أو خمسة وهذا دليل على أن هناك شروطا قد وضعت وأن هناك تعجيزا قد وقع وبالتالي أفقد الانتخابات أكثر من 50% من نكهتها وأهدافها شكرا لك كنت معنا من تونس الإعلامية والمحلل السياسي محمد بعود شكرا جزيلا لك